طيب بما أن احنا كلمنا في أسباب الإغماء كما حضرتك قلت وكلمنا في الحلقة اللي فاتت عادينا يا رب برضو إيه هي أسباب الغيبوبة؟ يعني إيه السبب اللي بيخلي الواحد مثلا تجيله الغيبوبة دي؟ بص هو الغيبوبة لها سببين كبار ويتقسم تحتهم أسباب كتير يعني في الموضوع ده أول حاجة أسباب متعلقة بالمخ لوجود خلل أو تلف في المخ ودي بيكون غيبوبة تسمى غيبوبة مع وجود علامات مميزة علامات جانبية مميزة للمخ زي مثلا واحد اتعرض لحدثة أو اتخبط في رأسه يحصل معه نزيف أو يحصل مثلا ابتجاج في المخ أو يحصل جرح شديد في الرأس فيحصل معه سحاجات في المخ فيدخل مريض في غيبوبة لو مريض مثلا عنده التهاب حمى الالتهاب البكتيري السحائي في المخ أو التهاب المخ الفيروسي ده بيدخل في غيبوبة برضو لو مريض عنده ورم في المخ ده من ضمن الأسباب اللي تدخل في الغيبوبة في بعض أنواع الغيبوبة قد تكون متعلقة بالأوعية الدموية المخية بسبب خالف الأوعية الدموية المخية زي مثلا مريض بيحصل عنده تجمع دموي أو بيحصل عنده جلطة في المخ أو مريض بيحصل عنده ارتفاع شديد ومفاجئ في ضغط الدم زي ما تكلمنا قبل كده في حالة الضغط ويحصل عنده انفجار في الأوعية الدموية المخية فيدخل في نزيف في المخ أو مثلا مريض عنده خلل في كهرباء المخ زي ما بيكون موجود مع مرضى السرع أو خلل في الكهرباء المخ دي الأسباب المتعلقة بالمخ أسباب الغيبوبة المتعلقة بالمخ وتسمى الغيبوبة مع وجود علامات جانبية مميزة للمخ فيه طبعا أسباب خارج المخ خالص ومتكون بسبب المخ بس بعد كده بتأثر على المخ وتسمى الغيبوبة التي ليس معها علامات جانبية مميزة للمخ تمام زي مثلا ناخد أول حاجة التسمم وخصوصا التسمم بالأدوية زي الأسبرين بيحصل معها غيبوبة وارتفاع شديد في درج الحرارة وقابلية للنزيف وقيء مستمر وفرط التهوية التنفسية مع وجود غيبوب مثلا التسمم بالكحول بيكون له رائحة مويزة من الفم وبيكون فيه احمرار واحتقان في الوجه وحمرار واحتقان في ملتحمة العين ولو حللنا عين الدم بيلاقي فيها كمية كحول كتير مثلا التسمم ببعض المهدئات بيحصل معها فشل في الجهاز التنفسي نتيجة لتصبيت الجهاز التنفسي أو بيحصل فيها فشل في الجهاز الدوري ولو حللنا كمية الدم برضو بنلاقي فيه نسبة المهدئات عالية في الدم لو التسمم بمادة الأتروبين بيكون فيه ارتفاع شديد في درجة الحرارة بيكون فيه زيادة في ضربات القلب بيكون فيه جفاف وحمرار واحتقان في الوجه بيكون فيه اتساع في حضقة العين ودي حاجة مميزة جدا التسمم مثلا بمادة المورفين تمام ده بيكون فيها ضعف في ضربات القلب وهبوط في درجة الحرارة وفشل في الجهاز التنفسي برضه تمام عندك بقى التسمم بأول أكسيد الكربون ده بيكون ليه علامة مميزة جدا أنه هو التسمم بأول أكسيد الكربون بيكون لون الجلد أحمر وداكن زي الكريز الأحمر بالزب دي الأسباب فيه طبعا لسه أسباب كتير متعلقة غير التسمم فيه أسباب متعلقة بالخلل في التمثيل الغذائي زي مثلا فشل الأعضاء الفشل الكابدي يؤدي للغيبوبة الكبدية والفشل الكلوي يؤدي للغيبوبة الكلوية فشل الجهاز التنفسي يؤدي للغيبوبة التنفسية وحضرتك ذكرت أسباب كتير عاوز أوضحهم على السريع ونتكلم فيهم أنا بقى حابب حضرتك توضح يعني حضرتك ذكرت أسباب كتير ووضح كده الأسباب كتيرة لسه فعايزك تتكلم في أهم الأسباب يعني إيه هي أهم الأسباب اللي بتكون منتشرة يعني اللي أنتم بتشوفوها بيبقى مثلا الواحد عنده غيبوبة السبب ده أهم الأسباب طبعا الغيبوبة اللي بتيجي مع المريض اللي بيكون حصل ليه ضرر في المخ تمام يعني لو تعرض لحادث أو كان عنده نزيف أو عنده جلطة أو تورم أو خلل في كهرباء المخ دي أكتر الأسباب شيوعا يعني بيكون معها علامات مويزة المخ بس أنا حابب أوضح بيتي الأسباب على السريع المجمل عشان بس نوضح للسيد المشاهدين الأسباب كاملة وكده زي ما تكلمنا فشل الأعضاء فيها أسباب متعلقة بالغدد الصماء والهرمونات الخلل في الغدد النخمية أو التراب الغدد النخمية أو نقص إفراز الغدد النخمية يؤدي للغيبوبة أو الانهيار وزيادة الإفراز وخمول الغدد الدركية والانهيار في الغدد الدركية يؤدي للغيبوبة فيه مرض يصيب الغدد فوق الكلوية يسمى الأدسون ساعات بيحصل فيه انهيار ويحصل معاه الغيبوبة البنكرياس طبعا هو مسؤول عن تنظيم الإنسولين والسكر وكده بيكون معه غيبوبات السكر المتفع أحيانا وغيبوبات السكر المنخف فيه الغيبوبة المتعلقة بالمعادن والاختلال المعادن والحمودية والقاعدية في جسم الإنسان زيادة أو نقص البوتاسيوم تؤدي إلى غيبوبة زيادة أو نقص السوديوم تؤدي إلى غيبوبة الزيادة الشديدة في الكالسيوم تؤدي إلى غيبوبة الحامودية الشديدة والقاعدية الشديدة في الدم تؤدي إلى غيبوبة برضو فيه الغيبوبة الجينية دي بيكون فيها خلل في الميت كونديريا في الديئنية وده حالة نادرة جدا يعني بيحصل معها غيبوبة برضو في غيبوبة بتيجي الناس المدمنين الكحلات والناس اللي يكون عندهم نقص في فيتامين بي واحد اللي هو الصيامين يحصل معهم الغيبوبة وكده فيه آخر ثلاث حاجات الغيبوبة الفيزيئية دي بتكون نتيجة السكتة الحرارية أو الصاقة الحرارية أو الهبوط في درجة الحرارة فيه الغيبوبة القلبية ودي برضو مشهورة جداً لما يحصل توقف مفاجئ في عضلة القلب أو يحصل اختلال في كهرباء القلب فيه الغيبوبة اللي بتجيب بسبب العدوى زي التهاب حمى للتهاب البكتيري السحائي أو الملاريا اللي تتصيب المخ وكده تمام يا بابا